الأولمبياد الشتوي في الصين قد لا يكون كما تشتهي بكين أجواء مقاطعة غربية للأولمبياد تطل برأسها احتجاجا على سجل الصين السيء في مجال حقوق الإنسان حيث لا يزال الإيغورو المسلمون يعانون الأمرين في ظل الانتهاكات المستمرة من قبل بكين انتهاكاتهم دفعت إدارة بايدن للتلويح بمقاطعة دبلوماسية لأولمبياد الصين وعلى هذا المنوال تقدم مجلس العموم البريطاني بمقترح يدعو الحكومة إلى عدم مشاركة الجامعية الأولمبياد البريطانية في حفلات الافتتاح والختام وتشجيع الشركات البريطانية بشدة على عدم رعاية الأولمبياد أو الإعلان فيه أما ألمانيا فسيكون لها على الأرجح رأي فاصل بعد أن كانت أكبر المستثمرين الأوروبيين في الصين والداعية الرئيسة للتعاون معها في عهد أنجيلا ميركل التي تركت الأمر للحكومة التالية وبخلاف هذا الأمر ربما تضطر بعض الحكومات الغربية للتحرك لدخول مواجهة مع الصين مواقف تقول صحيفة الڭارديان البريطانية أنها ستكون مجرد لفتتين دبلوماسية رمزية بالنظر إلى الاتهامات الواسعة التي تلاحق الصين بشأن معسكرات العمل في إقريم شنجيانغ بتركستان الشرقية توقعات دفعت نشطاء في منطقة التبيت لإقامة جنازة رمزية للجنة الأولمبية الدولية أمام مقرها في لوزان للإحتجاج على استضافة بكين دورة الألعاب الأولمبية والمقررة خلال شهر شباط من العام القادم يقول النشطاء أن ما تفعله اللجنة الأولمبية الدولية يكرس الموت الذي يلاحق الأيغور في الصين بسبب استخدام بكين العنف ضدهم وهو ما يطرح أسئلة بالفعل عن أهمية الرياضة في تكريس حقوق الإنسان وضرورة اتخاذ مواقف حاسما تنجح في مواجهة السياسة المتهمة بالتلون لصالح الحكومات حول العالم والتي فشلت مرارا بالوقوف مع الضحايا اشتركوا في القناة